موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية السنة الأولى إعدادية نستقنف مع صفحة رقم 69 طبعا كنا قد تطرقنا فيما سابق لهذا الصغير في الأعلى كما نرى الآن سنستكمل مع البرب فلننظر أولا جو كمprend جو كمprend يعني أنا أفهم سالوذرب كمprendر وفي الحقيقة يعني تضمن مثلن سوشان كمprend 3 عب هذا الحقل يتضمن تلاتة شجارات لكنه يأتي أيضا بمعنى فهمة جو كمprend إذن السؤال الأول كما نرى كاله ناتور دمو سوليني كاله ناتور دمو سوليني ما هي طبيعة الكلمات المسطرة عليها؟ عدنا هنا بحالة نقوله ما هي طبيعة الكلمات المسطرة المقصود المسطرة عليها كما نرى في المس إذن عندنا الكلمات المسطرة عليها مثل ماذا؟ مثل فوجة مثلا أكس بليكي ديزي ثم أدون ووالا سوال المسوليني إذن ما هي طبيعة هد الكلمات المسطرة عليها؟ ما ليتنقوله كلمات ممكن تكون فعل ممكن تكون اسم ممكن تكون حرف هي كلمة ولكن عدت الحدو الطبيعة دياله إذن ما هي طبيعة هد الكلمات المسطرة عليها؟ كم نرى كنستطن المسوليني سان دي verب إذن كمان سنتي جو الكلمات المسطرة عليها هي أفعل ونسويتنا لدوزيان كسين أكال كسين ريپند للمو انغر؟ أكال كسين ريپند للمو انغر؟ إذن عندنا للمو ريپندر ريپندر يعني إجابة ومنا كلمات لاريپنس لاريپنس عن الإجابة إذن أكال كسين ريپند للمو انغر؟ كما لنقول لأي سوال توجيب الكلمات بسواد؟ إذن للمو انغر كم قوى؟ للمو انغر كم قوى؟ لفر سا داريئر كري durante سا داريئر كريثن سا داريئر كريثن Et آن أكال مان A كال مان إذا عن أي سؤال تجيب الكلمات بسواد المقصود أشنا هو السؤال اللي غنطرحوه باش في الجواب تكون عدنا هاد الكلمات مثلا إذا قلنا إيه الفورجة لوفار دون مانيار أدميرابل دون مانيار أدميرابل إذا ما هو السؤال اللي غنطرحوه حتى نجيب مثلا بكلمات لوفار طبعا السؤال هو كوا إذا لموانغرا Beerponda عكسين كوا لموانغرا Beerponda عكسين كوا إذن الكلمات بسواد تجيب عن السؤال كوا نجرب إيفورج لوفار إيفورج كوا هو يقوم بحدادات مادة هو يقوم بحدادات مادة إذن هو يقوم بحدادة الحديد إيفورج لوفار مثلا إيل ميكسب اليكي ل Howard هو يشرح لتضامن المهن إذن هو يشرح لماذا؟ إذن هذا هو الجواب مثلا إذن حيث كل واحد يعطي ماذا للآخر؟ حيث كل واحد يعطي يده للآخر ضمنيا حيث كل واحد يعطي يده للآخر حيث كل واحد يعطي يده للآخر لأنه ما عندنا يده حيث كل واحد يعطي يده للآخر ولكن يتفهم ضمنيا هكذا حيث كل شخصين أو كل واحدين كما عندنا هنا طبعا هي المقصود بها حيث كل شخص يعطي يده للآخر طبعا في اللغة الفرنسية هناك الكثير من العبارات أن تفهم ضمنيا هكذا يعني أن تنسب أمور الماء ضمنيا ثم عندنا الثلاثة المقصود كالا هي أدواروها كالا هي أدواروها إذن ما هو دور هذه الكلمات التي يبساواد والتي قلنا بأنها توجيب عن سؤال quoi إلسان سيود إلسان سيود المقصود إلسان قم المقصود دو Оicios إلسانım إلسان إلسان كما لو نقول انها يمثاولة بيه إلسان كما لو نقول مفاول مباشر كما لو نقول رباند ليس أمور لأي سؤال كما لو نقول المقصود عن أي سؤال رباند ليس أنها تجيب الكلمات تجيب الكلمات لاش تجيب هذه الكلمات أنيطاليك أنيطاليك يعني المكتوبة بحروف مائلة إذا نتكلم عن أنيطاليك المقصود أننا نتكلم عن كلمات مكتوبة بحروف مائلة أنيطاليك كم كوا مثلا م أم أبوستخوف ألوتر ألوتر ماتلان إذا للمو انيطاليك ريبون للاكسيون أكي إذا للمو انيطاليك ريبون للاكسيون أكي إذا الكلمات المكتوبة بحروف المائلة ريبون للاكسيون يعني أنيطاليك أنها تجيب عن سؤال أكي لمن لمن إلا رجعنا لها الجومال ماتلان شاك فا كو جو ديساند الاتوليه يعني هو يظهر لي سا ديرنيا كرياسيون آخرة صناعته آخرة إبداعه إذا نتكلم على كرياسيون ممكن أن نتعني الخلق على أين تأتي من فعل كري إلا حيدنا هدما لمكتوبة طبعا بأحرف مائلة ماذا سيكون السؤال المنتخي سا ديرنيا كرياسيون آكي المنتخي سا ديرنيا كرياسيون آكي هو يظهر آخرة صناعته لمن إذا في الأصل هدمه رتتعوضوا حد كلمات أخرى طبعا تعوضوني أنا لكن سنقولوها بالطريقة التالية نقول مثلا المنتخي سا ديرنيا كرياسيون آموا المنتخي سا ديرنيا كرياسيون آموا هو أظهر آخر صناعته لي لأنا كما نقول إذا طبعا نعوضوا بهدمه إذا نقول إل ممنخي سا ديرنيا كرياسيون إذا في سؤال نقول إل ممنخي سا ديرنيا كرياسيون آكي إذا في الجواب نقول إل ممنخي سا ديرنيا كرياسيون أو بيا إل ممنخي سا ديرنيا كرياسيون آموا يعني أنو أظهر آخرة صناعته لي أنا مثلا إل مكسplique لسولداريتي ديمتي إذا هو يشرحو لي تضامون الميهن إذا في السؤال إل إكسplique لسولداريتي ديمتي آكي هو يشرحو تضامون الميهن لمن إذا آكي إذا هاد أم أبوستخوف تجوب على السؤال آكي لمن طبعا أنه هو يشرحو أمرا لما لمن لشخص آخر إذا كما تلاحظوا بأن هاد أم أبوستخوف أو هاد ما كلها تجيب عن السؤال آكي مثلا سيكم إنها مثل الدائرة مثلا الدائرة التي يلعبوا الأطفال مو ديزي تيل يعني قال لي إذا في السؤال نقول مثلا إل ديزي آكي سيكم نعوند هو قال لي من عبارة سيكم نعوند مثلا إل ديزي آموا سيكم نعوند إل مو ديزي سيكم نعوند هو قال لي إنها مثل الدائرة أو شاكه دون لما الأطفل أو شاكه دون لما الأطفل حيث كل شخصين أو حيث كل واحدين يعطي اليادة للآخر أو شاكه دون لما آكي حيث كل شخصين يعطي اليادة لمن آل أطفل كما تلاحظوا بأن هذه العبارات لتجاوب على آكي أنها مسبوقة بهذا آ هي مسبوقة بهذا لبخيبوزيسيون آ هي مسبوقة بهذا لبخيبوزيسيون آ غير هي مع هاد آم أو مع م يعني أنها لا تظهر يعني ما تظهرش هذا آ كما تنشوفه إذا أردنا تقريب المعنى مثلا هو يعطي اليادة للآخر للآخر إذن هذا لي يعني كما نقول تعوض هو يشرح لي تضامن المهن إذن هاد لي هي لتدخلنا نطرح السؤال لمن ليكون الجواب لفولان ليكون الجواب لفولان للآخر له لها إلى آخره مثلا كما قلنا هو يظهر لي آخرة اختراعه أو آخرة صناعته طبعا هو يظهر لي ممكن أننا نقول هو يظهر لكم هو يظهر لهم إذن نتكلم عن هاد المعنى ولتدخلنا نطرح السؤال آكي لمن هو يشرح لمن هو يشرح لي هو يشرح لك هو يشرح لهم كذا وكذا إذن فيكون السؤال هو يشرح لمن هو يعطي اليادة لمن هو يظهر آخر صناعته لمن هاد لمن هي لتعطينا في اللغة الفرنسية آكي الآن عرفنا بأن ليمو ونطلق ريبوند على كيسيون آكي داب عرفنا هاد الجواب الآن pour la cinquième الوصن هي كما لو نقول مفعول به غير مباشرة كما لو نقول مفعول به غير مباشر هاي لسان دي كمبليمون دي غير مباشر غير هو من التي نتكلم على نتكلم عن مكمل مباشر على شهاد الكلمة أو مجموعة كلمات أنها مباشرة لأنها تأتي مباشرة بعد الفعل نقول مثلا إل إكس بيك لالوصن هو يشرح الدرسة لالوصن كما تلاحظو جاءت مباشرة بعد فعل لكن في حالة تتكون عبنا هاد لابخيبوزيسيون مثلا إل إكس بيك لالوصن هو يشرح الدرسة للتلاميذ حتى إن أردنا قلبها نقول إل إكس بيك هو يشرح للتلاميذ الدرسة حتى لو تم تغيير أماكن المكملات إذن تتبقى هاد أوزالاف إذن كما تلاحظو بأن هاد المكمل هو غير مباشر لأنه بينه وبين الفعل كلمة أخرى أو حرف آخر Pour la sixième question ساجت-il du même type de complément هل يتعلق الأمر عندما نقول إل ساجي يعني أنه يتعلق بكذا وكذا ساجت-il du même type de complément هل يتعلق الأمر بِنَفْسِن نوع من المكمل كما نقول هل يتعلق الأمر بِنَفْسِن نوع من المفعول به ساجت-ل ساجت-ل بِنَفْسِن نوع من المفعول به هل يتعلق الأمر بِنَفْسِن نوع من المفعول به هل يتعلق الأمر بِنَفْسِن نوع من المفعول به المقصود accepte يعني أنها تقبل يعني أنها تقبل يعني أنها تقبل مكمل واحد ما هي الأفعال التي تقبل مكمل واحد وبعض الق manne يعني أنها تقبل محمست constructed أزدد فج ثم على أطرق ثم على أمثن وتحن على أكثر أفعال Alors, lesquels de ces verbes admettent un seul complément d'objet ? A la réponse, qu'est-ce qu'on va dire ? Les verbes soulignés, l'afail mosattara qui admettent un seul complément d'objet sont إذن l'afail mosattara عليها التي تقبله مكملا واحدا هي طبعا هنا هم المقصود هي نتكلم عن مجموعة أفعال Les verbes soulignés qui admettent un seul complément d'objet sont forgés après dizay On appelle ce verbe transitif direct On appelle ce verbe transitif direct يعني أننا نسمي هدل أفعال transitif يعني أننا متعدية direct يعني أننا مباشرة إذن هدل أفعال لتتقبل مكمل واحد On les appelle des verbes transitif direct يعني أننا نسمي أفعال متعدية يعني أنها تتطلب مفعول به كما نقول direct يعني أنها مباشرة مثلا كما رأينا هو يقوم بحدادة الحديد بطريقة مدهشة أو متيرة للإعجاب إذن طبعا هنا مع الناس هو يقوم بحدادة الحديد لفلان مثلا كما رأينا في الأفعال الأخرى هو يسرح تضامن المهان لأنا هو تسرح لأنا أو هو تسرح لكنت أو تسرح لهمهم هنا هدل فعل تتطلب جوج دياللي كومبليمو أما لوفير فوجي كما تلاحظو ما تتطلبش أكتر من كومبليمو إذن نقول الفوجي لوفير هو كما نقول يشكل الحديد دون مانيار أدميرابل بطريقة عجيبة أو تتير الإعجاب إذن فوجي لوفير دون مانيار أدميرابل هنا معدناش بأنه يشكل الحديد لفلان كما نقول هو يشرحه كذا وكذا لفلان كما تلاحظو بأن هذا الفعل يتطلب فقط إن سول كومبليمو يتطلب مكمل واحد كمان أبلتون سيفرب كيف نسمي هاد الأفعال كما أقلتون سيفرب سيزة أقول كما أقلتون الكي غير عظيم كي Only بالطبيعة يوجد---- كما أقلتون الكي غير عظيم كظم غير عظيم كي غير عظيم كيف نسمي هاد الأفعال كيف نسمي هاد الأفعال بت få تقبل مجميل واحد أو مكمل واحد كما نسمير كثيرا On les appelle des verbes transitifs directs يعني أننا نسميها أفعال متعددية مباشر La huitième question Lesquels admettent deux compléments d'objets ? Comment appelle-t-on ces verbes ? Lesquels admettent deux compléments d'objets ? Comment appelle-t-on ces verbes ? Lesquels admettent deux compléments d'objets ? C'est-à-dire, lesquels des verbes soulignés admettent deux compléments d'objets ? Lesquels admettent deux compléments d'objets ? ấn-s quelles kim nous n'a más pée ? Lesquels qui admettent deux compléments d'objets ? Comment qui eu am Dee Donne ? C'est-à-dire, lesquels des verbes�щits ? Comment appelle-t-on ces verbes诉 Fraismes de werbes ? Nous maintenant, comme nous répondons las élysées Lesquels des verbes soulignés admettent deux compléments d'objets ? من من بي الأفعال المسطر عليها تقبل مكملين كمان أبلتون سي verب كيفا نسمي هذه الأفعال لا ربانسي الجواب هو لذارب سوليني كي أدمت دو كمبلمان دو بجسان إذن الأفعال المسطر عليها التي تقبل مكملين هي مانتخي ستدير لوفر مانتخي مانتخي يعني أنك تظهر شيئا أو تبين شيئا إكس بيكي يعني أنه شرحة سالو غرب إكس بيكي أم فأنا دون ثم عندنا دون حسب هذا الناس الذي رأينا طبعا ممكن أننا نجد أفعال أخرى هاد الأفعال حسب ما رأيناه في الناس إذن دون سالو غرب دوني يعني أعطى ووالا لذارب كي أدمت دو كمبلمان دو بجس ون أبلسي verب يعني أننا نسمي هاد الأفعال أفعال متعدية غير مباشرة يعني أننا نسمي هاد الأفعال أفعال متعدية كمال نقول بأنها تتطلب مفعول به إن دون نسمي هاد الأفعال متعدية كمال نسمي هاد الأفعال لذلك آخر طبعات شيخواد challenge ليش marcaوا cómo يمكننا المستخدمات وهي Comme quoi ? On est venu de voir, Ce me, c'est un complément d'objet indirect. Il montrait sa dernière création à moi. Ce me remplace à moi. Pour la deuxième phrase, Il m'expliquait. Alors on a aussi, Ce m'est un complément d'objet indirect. On pourra avoir d'autres pronoms qui sont des compléments d'objet indirect. على رواية الحvenant تدربة الآن الأخ asked طبعًا نديف TIME ما هو هذا الأخير الجهار عندما تتحدث عن within طبعا هذه كلمة autre ممكن أن تأتي adjective لكن في حالات أخرى هذه كلمة autre ممكن أن تأتي adjective يعني أن تأتي وصف أو نعت في سياقة أخرى أو في عبارات أخرى نقوم مثلا يعني أنا عندي فكرة أخرى يعني أنا عندي فكرة مختلفة يعني المقصود بأن عندي فكرة مختلفة ليست مثلا نفس الأفكار المطروحة أو نفس الفكرة المطروحة التي ليست نفس المقصود ليست نفس الفكرة ليست نفس الأفكار إذن نقول جاء النطر إدي إذن هنا وصفت هذه الفكرة بأنها مختلفة كما تلاحظوا بأن كلمة autre هنا استنات adjective يعني أنها نعت لكن في حالات أخرى هناك يوجد من الأخير يعني أنا دامير نقول مثلا 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 يعني شخص آخر Voilà ce sont des pronoms complément d'objets indirect إذن جو رتين أن أستنبت أو أستنتيج بعض الأفعال أنهم مضاعفا كما نقول متعدين إذا نتكلم عن أفعال التعدي عندها أنه مضاعف كما نقول يعني أنه ليس فقط متعدي يحتاج كما نقول مفعول به بل أن هذا التعدي هو مضاعف طبعا هذه الأفعال تحتاج لمفعولين به طبعا هنا في اللغة الفرنسية كما قلنا نتكلم عن مكملات إذن هذه الأفعال أنها تحتاج لمكملين يعني أنها تقبل مكملين يعني يمكن أن تكون يعني يمكن أن تكون هذه الأفعال نواة دي المجموعات الأفعال التالية يمكن أن هذه الأفعال تكون نواة مجموعات فعلية التالية إذا نتكلم عن مجموعة كلمات توحيط بفعل وهذا الفعل يكون هو النواة الخاص بهذه المجموعة مثلا لازم فوق مثلا لازم فوق هنا عندنا فوق C'est le verbe offrir يعني menaha إذن les enfants offre الأطفال يمنحون un bouquet de fleurs يمنحون باقة ورد هنا عندنا باقة ورود الأطفال يمنحون باقة ورود à leur maman لأمهم إذن شوفنا les enfants offre إذن أولا هم يمنحون يمنحون مدى أولا يمنحون باقة ورد هذا فعل أفخير كما لو نقول بأنه مصلط على يمنحون باقة ورود كما لو نقول بأن هذا الأفخير هو مصلط طبعا يحتاج مكمل إذن هو مصلط على يعني أنه مصلط على باقة ورود ثم مصلط على ماذا يعني هذا المنح يكون لأمهم يمنح كذا وهذا المنح لي الوم إذن طبعا كما تلاحظوا بأنه هذا الورب يتطلب هد المكملين يتطلب هد المكملين les enfants offrent quoi les enfants offrent un bouquet de fleurs les enfants offrent un bouquet de fleurs أكي les enfants offrent quoi ألور ماما إذن الأطفال يمنحون مادة لأمهم bien sûr les enfants offrent un bouquet de fleurs ألور ماما إذن الأطفال يمنحون باقة ورود لأمهم إذن les enfants offrent un bouquet de fleurs ألور ماما إذن كما تلاحظوا بأنه الورب offrent هنا بحله والنواة وبأنه عدنا وحد المجموعات تتعود لهذا الفعل إذن ممكن أننا نسميها group verbo كما نقول مجموعات فعلية إذن عدنا un bouquet de fleurs هذه مجموعة بوحدها ثم عدنا ألور ماما هذه مجموعة أخرى لوحدها إذن كلها تتمحور حول offre تتمحور حول لأوذر offrir كما تلاحظوا بأنه تكون عدنا لأوذر plus lo компلément d'objet direct plus lo компلément d'objet indirect لأزاليف parl di professeur a leur parent لأزاليف parl di professeur a leur parent التلام يتكلمون عن الأستد لأبائين لأم تحكي عن الأستد لأبائ ديالوم إذن لأزاليف parl di professeur إذن هدل كلم هو يدور عن الأستد لأم يوجد الكلام لأ leur parent إذن إذن هنا verbe on a le verbe parler on a le verbe parler parle c'est un verbe après on a du professeur bien sûr c'est un complément d'objet indirect les élèves parl à leurs parents de qui les élèves parl à leurs parents de qui bien sûr les élèves parl à leurs parents di professeur إذا لم نعرف مثلا إذا كان التلاميذ يتحدثون عن شخص أو عن موضوع أو عن شيء ما ممكن أننا نطلع السؤال les les parlent de quoi les les parlent de quoi التلاميذ يتحدثون عن ماذا les parlent de quoi لكن عندما نعلم بأن يتحدثون عن شخص مثلا ولكن لا نعرف من هو هذا شخص نقول مثلا les parlent de qui parlent de quoi les élèves parlent de professeur on a ici un complément d'objet indirect après on a leurs parents les élèves parlent à qui alors les élèves parlent à leurs parents de même on a un deuxième complément d'objet indirect إذا لدينا المكمل تاني غير مباشير إذا كما تلاحظوا بأن الجملة هنا فيها مكملين غير مباشيرين طبعا قيمب أدوات يعني تفصيله معن le verbe remarque le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect peuvent être des noms des pronoms ou des infinitifs إذا le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect peuvent être des noms كل واحد من هما يمكن أن يكون des noms يمكن أن يكون أسماء des pronoms dans maër ou des infinitifs أو ممكن أن يكون أفعال غير مصرفة أو أن يكون أفعال غير مصرفة نتكلم هنا عن لا verbe infinitif إذا نتكلم عن des infinitif إذا نتكلم عن أفعال أن في حالة غير مصرفة ثم بعد هذا عندنا جمواند خين ثم عندنا جو ديفولوب عندنا جمواند خين ثم جو ديفولوب فلنرى الإجابة حول هد الموضوعين إذا مكتب بعد قدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله شكرا للمشاهدة